السلام عليكم معلومة هاشتاجية سريعة اليوم 23 أغسطس يعني شنو يعني اليوم العالمي للهاشتاج وبهالمناسبة راح أعلمكم منه أصلا اللي اخترع الهاشتاج اللي اخترع الهاشتاج شخص اسمه كريس ميسينا كريس كم من أول الناس اللي يستخدمون تويتر وكان يبي ربطوا الناس ب بعضها بمعنى انه كان يبي الناس اللي يتهتم بنفس المواضيع يتكلمون مع بعض فقطر على باله فكرة الهاشتاج وكان يبي يضيف الميزة بتويتر فشنو سوه راح لشركة تويتر عشان يعرض عليهم الفكرة بس للأسف شركة تويتر ردوا عليه قالوا ان الفكرة تو نيردي يعني غير عصرية وفاشلة وضف وجهك طبعا كريس زعل موجوه قلبي وبشهر أكتوبر 2007 حصل حريق ضخم في ولاية سان دياغو بأمريكا وكان في واحد من أصحاب كريس ميسينا قاعد يكتل التغريدات بتويتر عن الحريق فكريس دقع لصاحبه قال له هنت يا الأمير لش رايك تحط هاشتاج سان دياغو فاير على التغريدات فصاحبه رد علي وقال له على خشم يا كريس ما طلبت شي وبعد ما صاحب كريس حط هاشتاج سان دياغو فاير على التغريدات لاحظ ان كل الناس قاعدين يحطون نفس الهاشتاج ويتكلمون عن موضوع الحريق وهذه كان ببداية الهاشتاج وبعام 2009 تويتر عنانت عن ميزة ديديدة في البرنامج وهي أمكانية البحث عن الهاشتاج وبعدها تقريبا كل برامج مواقع التواصل اجتماع اضافوا ميزة الهاشتاج وكريس قال والمحزن بالموضوع ان كريس ما طلع ولا فلس من فكرة الهاشتاج طيب شنو العبرة من القصة العبرة من القصة ان مرات يكون ببالك فكرة زينة بس الناس اللي عندك مطايا ما يفهمون فانت لا تياس وحاول حاول حاول لين توصل وحط لايك وكمنت وانشر الفيديو وبس والله فامان الله